أحبة الكرام، هناك نعم الإنسان ما يحس به أو غافل عنه وحده من هذه النعم وجود الوالدين في حياتنا وخصوصاً الأطفال الأطفال اللي بحالة من الأحوال يحس بالأمان يشعر بالطمأنينة كل ما شاف أبو موجود كل ما شاف عائلته مترابطة كل ما شاف هذه الأسرة على نسق معين زين؟ أنتم ملاحظين؟ ملاحظ شغلة لما تروح بسفرة معينة أي مكان تسافر بي؟ حاج عمره زياره سفره سياحة عادية وترجع أول ما يستقبلك الطفل الزغير طفل أو طفلة عندك بابا هيك الطونة بالمدرسة هي؟ بابا هيك ودونة؟ بابا هيك فلان جاء بنا؟ بابا هيك فلان حيش عليّ تعاركت ويا هذا تزعلت ويا فلان؟ ليش يشكي الطفل الأبو هذا كل شي؟ ليش يشكي الطفل الأبو هذا كله؟ ليش؟ لأسباب عديدة أولا علماء الاجتماع يقولون أن هذا الطفل يجد المأمن الأول عند الأب والأم وعند الأب خصوصا لأن يرى فيه القائد هو المسؤول عن معيشته هو المسؤول عن أكله المسؤول عن شربه يعني هذه التربية زين؟ المن يشكي الطفل اليتين؟ إحصائيات الأيتام والأرامل في العراق إحصائيات مخيفة وتجاوزت آلاف بل هي ملايين نعم هي ملايين الإرهاب والحرب مع الإرهاب والحروب التي تعاقبت على العراق كلفتنا العديد من الضحايا والملايين من الأرامل والأيتام يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة كفالة اليتيم اللي نحتاجها إش قد حلوة لو تعتبر كل طفل يتيم ابنك هسا ما أقل لك خلي ببيتك ولا أقل لك أصرف عليه ولا أقل لك أبداً ما أريد أحملك فوق طاقتك بس أنت ما تخسر أبداً إذا مسحت على راسه إذا جبت له حلويات جبت له شوكولات جبت له أي شيء يجي الطفل يريد يمسح سيارة ونزل جامع وروح روح هيك منك ومن أبوك ومن أمك ومن كذا زين هذا لو أبو موجود تقدر أنت تهينه وتقول له هيك ليش خصوصاً إذا كان أبو راح من أجلي ومن أجلك من أجلي ومن أجلك أنا وإنت ها؟ شو نقول لهم؟ ماذا نقول للشهداء الصديقين الذين ارتقوا إلى الله؟ مبروك؟ أطفالكم يتقوسون في الإشارات الضوئية؟ يبيعون كلينيكس؟ يبيعون نستلة؟ يمسح له سيارة جامع سيارة؟ وإحنا نتقلب عليهم ونتنمر عليهم؟ بس هي الألف دينار شو تأثر يعني تداطيتها الطفل؟ أو الربع؟ شو تأثر يعني شو تأثر؟ راعوا الله نحن في شهر رمضان إخواني نحن في شهر رمضان دعنا نرى هذا المقطع وهو مقطع مؤثر ونرجعوا ياكم ونكمل ما تبقى من حلقة اليوم من عالم أظلم أولاً السلام عليكم ورحمة الله ثانياً أنا أبوي ميت الله يرحمني يتين أي أي؟ شوف هاي العربانة؟ أي؟ الكعبة أسا لا تبقي يا حبيبي لا تبقي لا تبقي أخلقك الكعبة ألفين وسبب مئة وخمسين يوم طلعت وطلعت النمي ليش تبقي يا يا أبو الله الله يا رب إن الله علي ما تحكي يا أبو الله اليوم تشتغلت بالفين؟ أي والله لا مشتغل عمي بس صباح لي لي إنت اليوم اشتغلت؟ لا والله بس بالفين وسبعمائة وخمسين الفين وسبعمائة وخمسين؟ أي بالله لا تقلل ربع مشتغل طيتين لهلك؟ إي هسا التورح تروح أعملي بيت أنت بالمدرسة؟ لا والله بطيت ما عندك أخ كبار منك يساعدك؟ لا يعني بس أنت معيش أهلك؟ أي أعمل أين ساكن؟ ببعض على طريق التاجي وراء البوابة وراء البوابة وراء البوابة ونجلس السريع أي بالمجمع الساكن إيجار؟ لا بيتنا ملك بس لا بس لا تبش بس لا تبش عليك مدل عدين شغالي يوم تشغل ماما وضي الله لا حول الله لا حول الله بيوم عشر سالة أبو الله أهي الحكومة أخلي باعون أهي أسمح لي أهي أهي بيوم عشر سالة أبو الله بواني كل يومين أهي أكفي لك أهي صندوق كلام الجاني أدي وزعته ما أبعد توزعته ليش وزعته؟ ما أحد يشتري بقي عندك إذا ما أحد يشتري ما أحد يشتري والله حارصة فوزعته حارصة 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 أحبة الكرام ما أدري شنو اللي أعلق على هذه الأحاسيس والمشاعر والدموع لهذا الطفل كل همه يجيب لقمة خبز العائلته يسأل وين أبوي؟ وين أهلي؟ ليش أنا نكتب علي أكون بهذه الحالة؟ أحبتي كفالة الأيتام كلمة كفالة الأيتام ابتسامة كفالة الأيتام احترام لهم ولوجودهم مو تنمر أنا إذا أريد أوديك على مكانات معينة وطلع لك سوالف معينة تشوف مصايب وتقول ما أعجبني أن السماء لم تنطبق على الأرض كم يتيم اتآمروا علي أهله؟ وكم طفلة يتيمة هسة متعذبة من ورا عمها من ورا خالها من ورا فلان من ورا علان وكم طفلة يتيمة كبرت ووصلت إلى سن الزواج سن المراهقة أو حتى راحوا ذبوها زوجوها وهي طفلة بعمر عشر ستين ودعش واثناعش سنة بس حتى نخلص منها ولا معيل ولا محامي ولا أحد يدافع عنهم قل من تروح تروح للقانون بالله شي يقل لك القانون القانون يقل لك وصي عليها عمها مدري خالها مدري جدها هاي كل السالفة ماكو غير الله أذكر أبيات لأحد الشعراء يقول ما ظل بعد غير الله والمشتكة بس لله يا ناس هل تنهل بقلوب هاي الوادي الله سبحانه وتعالى شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم أوليت أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم شنو يعني يدعو اليتيم تفسيرها يعني يدفع اليتيم عن حقه ياكل حقهم ياخذ حقهم يدفع اليتيم عن حقه دفعا عرفت شلون؟ أخو إذا يتيم أكو إلي فلوس أكو إلي راتب ما لأبوه ما أدري شلون مصائب يا أخي والله مصائب هذا الشرخ الاجتماعي هذا الإشكال السلوكي اللي يعاني من عنده مجتمعنا اللي يعانون من عنده أهلنا وناسنا